السلام عليكم وحمد الله بهذا الفيديو رح نتكلم عن مشكلة يعاني منها كثير من النساء اللي هي مشكلة تكييسات المبايض تسمعي أكثر من مرة عشان تتخلص من هذه المشكلة اللي هي مشكلة تكييسات المبايض اللي عليك إنك تغيري نمط الحياة ويكون نمط حياة صحي وتغيري عاداتك الغذائية ويكون عادات صحية فبهذا الفيديو إن شاء الله رح نعرف بشكل مبسط كيف نتخلص من هذه المشكلة فشوف الفيديو للنهاية عشان تعرف الموضوع بشكل كامل زي ما عودناكم دايما بهذا القناة إنه نقدم لكم المعلومة بأبسط طريقة ممكنة بحيث يكون مفهوم لدى الجميع طيب اللي لازم نعرفه قبل ما ندخل لحلول تكييسات المبايض اللي لازم نعرفه إيش هو أسباب تكون تكييسات المبايض السبب الرئيسي وراء حدوث هذه المشكلة اللي هو ارتفاع من هرمون الأندروجينز اللي هو الهرمون الذكوري فارتفاع هذه الهرمونات رح تؤدي إلى الإصابة بتكييسات المبايض طيب الشي اللي يخلي هذا الهرمون أنه يرتفع أكثر من الطبيعي اللي هو الارتفاع المزمن لهرمون الإنسولين فالهرمون هذا لما يرتفع عن الحد الطبيعي رح يرتفع من هرمون الأندروجين وهذا الشي رح يكون لنا تكييسات المبايض فالسبب وراء ارتفاع مستوى الإنسولين هو الاستهلاك المفرط وزيادة تناول السكريات والنشويات المعالجة مثل أيش النشوات المعالجة مثل الخبز والدقيق وجميع الأكلات التي تحضر من الدقيق الأبيض والأرز الأبيض هذه كلها تعتبر نشويات معالجة رح ترفع مستوى الإنسولين بشكل عالي وهذا الشي رح يرفع من هرمون الأندروجين فبالنهاية رح يعرض الشخص للإصابة بتكييسات المبايض أيضا من العوامل التي ترفع مستوى الإنسولين اللي هو زيادة عدد الوجبات فالشخص كل ما تناول الوجبة كل ما رفع فيها من مستوى الإنسولين وهذا الشي رح يأثر على المشكلة وعادتنا الشخص المصاب بتكييسات المبايض رح يعاني من بعض الأعراض المصاحبة لها مثل اضطراب بالدورة الشهرية أيضا ظهور حب الشباب وأيضا مشكلة التشعر ورح تكون التشعر هذا نمط ذكوري رح تكون مثلا في منطقة الوجه أيضا رح يواجه بفقد بشعر الرأس فقد يلاحظ النساء المصابات بتكييسات المبايض بخفة شعر الرأس وهذا دليل قوي على الإصابة بتكييسات المبايض فالنساء المصابات بتكييسات المبايض رح يزيد عندهم العرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل ايش؟ مثل امراض القلب والأوعية الدموية أيضا زيادة العرضة بالإصابة بسرطان الرحم أيضا زيادة العرضة للإصابة بالسكري والإصابة بمضاعفات السكري الخطيرة أيضا زيادة العرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم واللي عنده معلومات حول هذه الأمراض رح يعرف أن هذه المشاكل الصحية لها ارتباط جدا قوي بمشكلة مقاومة الإنسولين فمشكلة مقاومة الإنسولين لها ارتباط جدا قوي بالإصابة بهذه المشكلة اللي هي مشكلة تكييسات المبايض فعشان تتخلصي من مشكلة تكييسات المبايض إلا عليك أنك تتخلص من هذه المشكلة تماما لأن هذه المشكلة سببها الرئيسي هو الارتفاع المزمن لهرمون الإنسولين والموضوع يعتمد على حسب درجة مقاومة الإنسولين فإذا كانت درجة متوسطة فممكن يكون على شكل كويسات المبايد ولكن إذا كانت مقاومة الإنسولين عالية فرح يؤدي إلى مشاكل جدا خطيرة مثل ما ذكرنا مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم فزي ما قلنا ضروري تتخلص من هذه المشكلة عشان نتخلص من مشكلة تكييسات المبايد طب كيف تتخلص من مشكلة تكييسات المبايد اللي عليك تسويه أنك تتبعي هذه الثلاثة لنقاط أول وأهم نقطة أنك تحاول تقللي من التهابات الجسم كيف تقللي من التهابات الجسم أنك لا تتناول الأغذية اللي ترفع من التهابات الجسم مثل إيش؟ مثل السكريات بالذات سكر الفاكة لأن السكر الفاكة له علاقة جدا قوية بارتفاع التهابات الجسم وأيضا أن شوية المعالجة مثل ما ذكرناها مثل الماكرونة والرز الأبيض وأيضا الدقيقة الأبيض هذه كلها سترفع من التهابات الجسم أيضا اللحوم المصنعة مثل المرتدلة والسلامي والنقانق هذه كلها سترفع من التهابات الجسم أيضا الدهون النباتية المعالجة سترفع من التهابات الجسم الدهون النباتية المعالجة مثل زيوت الطبخ وأيضا موجودة ببعض المنتجات المنتشرة بالمتاجر فيحرصي أنك تقري مكونات أي منتج بعناية وتتأكد أنها خالية من أي شيء قد يرفع من التهابات الجسم من سكريات أو نشويات معالجة أو دهون نباتية معالجة وابتعدي عن الأطعمة المصنعة وحاول يكون غذائك طبيعي وصحي وحاول تضيف الأغذية اللي تقلل من التهابات الجسم مثل إيش؟ مثل الحمض الدهني اللي هو الأوميغا 3 وين موجود هذا الأوميغا 3؟ موجود بالأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة فهذا الشيء رح يقلل من التهابات الجسم أيضا تناول التوتيات والفرولة والكركم هذه كلها من الأغذية اللي تساعد بخفض من التهابات الجسم أيضا الخضروات بالذات الخضروات الخضراء البروكلي وأيضا القرنبيط لها تأثير جدا قوي بخفض من التهابات الجسم النقطة الثانية والمهمة أنك تحاول تقلل من مستوى الإنسولين بالجسم كيف تقلل من مستوى الإنسولين؟ عندك أكثر من خيار ممكن تتبعيه وأكثر من نظام غذائي عندك مثلا الأنظمة منخفضة النشويات اللي تنصحك بتاقليل من كمية النشويات المستهلكة هذا الشيء رح يقلل من مستوى الإنسولين وراح يساعدك بالتخلص من هذه المشكلة اللي هي مشكلة مقاومة الإنسولين اللي زي ما قلنا أنها لها سبب قوي جدا بالإصابة بتكاييسات المبايض فمن أفضل الأنظمة للتخلص من مشكلة تكاييسات المبايض هي الأنظمة اللي تنصحك بتقليل وخض من كمية النشويات 100 جرام أو أقل من 100 جرام وأفضلهم رح يكون نظام الكيتو دايت لأنه رح ينصحك بتقليل كمية النشويات 50 جرام أو حتى أقل وراح يسمح لك بتناول الأغذية اللي ممكن تقلل من التهابات الجسم مثل الأسماك الدهنية والخضروات فهذه الطريقة رح تساعدك بشكل كبير على التخلص من مشكلة تكاييسات المبايض والنقطة الثالثة والأخيرة بهذا الفيديو اللي هو تقليل التوتر التوتر لها علاقة جدا قوية بالإصابة بتكاييسات المبايض في بعض النساء ممكن يكون أكلهم صحي وتناول الأغذية اللي تقلل من التهابات الجسم أيضا متبعين الأنظمة وخضرة النشويات ومع ذلك يعانون من مشكلة تكاييسات المبايض ومم قاعدين يتخلصوا من هذه المشكلة والسبب يعود وراء هذه المشكلة اللي هو التوتر فالتوتر المزمن رح يرفع من هرمون التوتر أو ما يسمى بهرمون الكورتزول هرمون الكورتزول لو كان مرتفع فترات طويلة وكان الاتفاع مزمن هذا الشيء رح يؤدي إلى الإصابة بمشكلة مقاومة على الإنسلين وهذا رح يزيد الطين بالله فممكن يكون التوتر وارتفاع الكورتزول المزمن هو العائق بعدم تخلص الشخص من مشكلة تكاييسات المبايض فاللي عليك تسويه عشان تتخلص من هذه المشكلة أنك تقلل من التوتر وزي ما تكلمنا أن التوتر ما ينتهي وضغوطات الحياة لا تنتهي فاللي علينا أن نسويه أنه نكون أكثر مرونة لضغوطات الحياة ونحسن من جودة وكمية النوم فهذا جدا مهم لخفض من هرمون الكورتزول وتقليل التوتر بالجسم وزيادة النشاط اليومي عن طريق مثلا المشي لمدة ساعة باليوم ويفضل يكون تحت شاعة الشمس لرفع من فيتامين دال وهذا الفيتامين له ارتباط جدا قوي بتقليل التوتر وزيادة الفرصة للتخلص من مشكلة تكاييسات المبايض بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو وعرفنا السبب الرئيسي والجوالي لحدوث تكاييسات المبايض وهذه هي مشكلة مقاومة الانسلين فاذا كنت حابة تتخلص من هذه المشكلة فاللي عليك تسوي انك تتخلص من مشكلة مقاومة الانسلين وتقليل التهابات الجسم وتقليل الارتفاع المزمن لمستوية الانسلين ومستوية السكر داخل الجسم وايضا التقليل من التوتر ومن هرمون الكورتزول ويعطيكم ألف عافية